من أهم وأكبر المواضيع العلمية والذي يشغل الفكر وطموح كل مخترع على سطح هذه الأرض هو توليد الطاقة بشكل ذاتي توليد الطاقة بصورة مجانية بدون دفع مقابل آلاف التجارب أجريت وآلاف الخدأ على اليوتيوب وغيره انتشرت اختلطت علينا الأمور لم نعد نعلم أين الحقيقة ما قصة قانون حفظ الطاقة وهل يتعارض مع هذه الفكرة والسؤال الذهبي هل يمكن توليد طاقة ذاتية أم لا دعنا نرى ذلك في محتوى هذا الفيديو في هذا الفيديو سأعطيك فكرة يمكنك تنفيذها واختبارها ربما ستبحث عن تفسير بعد مشاهدة الفيديو ولهذا السبب قمت بنشر سلسلة من الشروحات قبيل هذا الفيديو فإن كنت مبتدأ أنصحك بالضرورة مراجعة الفيديو السابق ستجد رابطه أسفل هذا الفيديو وعلى بركة الله نبدأ في البداية نحتاج إلى تحريك التيار الكهربائي وذلك عن طريق دائرة كهربائية تقوم بتغذية نفسها أي إننا نحتاج مصدر تيار مستمر بطارية 12 فولت عدد 2 ربط توالي ويساوي 24 فولت كل بطارية ساعتها 100 أمبير وبما أن الربط بين البطاريتان بالتوالي هذا يعني سيبقى مجموعة الأمبير 100 أمبير والحمل سيكون رافع جهد يحتاج على الأقل 10 أمبير من المصدر لكي يقوم بشحن البطاريات بتيار يساوي 8 أمبير وأثنان أمبير سوف تضيع بالهدر وعلى هذا النحو لا يوجد فائدة نهائيا هذا عدد الضياعات التي نخسرها أثناء رفع الفولت الضياعات التي نخسرها حاليا 2 أمبير بالساعة أي أنه بعد مرور 50 ساعة سوف تفرغ البطاريات ويتوقف التيار الكهربائي بدون أي فائدة الآن نركز معي سوف نقوم بقطع هذا السلك فلو نضع حمل الكهربائي هنا لن يعمل الرافع بالشكل الصحيح لأن الحمل مقاومة وهذه المقاومة سوف تقلل من مرور التيار وهذا يعني لن يصل تيار كامل إلى رافع الجهد وحتى الحمل نفسه لن يعمل باستطاعته الكاملة إذن أين الحل؟ أو ما الذي علينا فعله؟ يجب وضع شيء ما هنا بشرط لا يصنع مقاومة في مرور التيار وبنفس الوقت نستطيع أخذ منه طاقة على الأقل تكون أكبر من طاقة الضياعات فهل نستطيع فعل ذلك؟ الجواب نعم نستطيع إذن كيف نفعل ذلك؟ بسم الله نبدأ فلو تضع ملف نحاسي هنا سوف يتشكل مجال مغناطيسي في الملف وبما أن مصدر التيار مستمر لن تتشكل مقاومة لمرور التيار سوى المقاومة النوعية للنحاس ويمكنك تصغير قيمتها بتكبير قطر السلك ولن يشعر رافع الجهد بوجود ملف وهكذا يصبح لدينا مجال مغناطيسي على نفس الدائرة ولم يتأثر شيء ولكن أين الفائدة من وجود مجال مغناطيسي ثابت الشدة لهذا الملف؟ يعني كان بالإمكان وضع قطعة مغناطيس هنا لها أيضا نفس المجال المغناطيسي إذن سننتقل إلى المرحلة الثانية نحن نحتاج إلى أن نجعل هذا المجال تتغير قيمته بشكل دوري يعني يجب أن نجعل هذا المجال يصغر ثم يكبر باستمرار فلو وضعنا دائرة لتقطيع مصدر التيار عندها فعلا ستتغير شدة المجال بشكل دوري ولكن عندما نقوم بتقطيع مصدر التيار سوف يعمل الملف على ممانعة مرور التيار أي أنه سيصنع مقاومة حثية لأن من المعروف الملف الكهربائي يصنع مقاومة اسمها الممانعة الحثية ويرمز لها بالXL للتيار المتناوب أو المتقطع فهل نستطيع التخلص من XL؟ الجواب نعم نستطيع التخلص من الممانعة الحثية ولكن كيف؟ عندما يتم وضع ملف ثانوي مغلق مع الملف الأولي سوف تلتغي الممانعة الحثية كما شاهدنا ذلك في الفيديو السابق دعنا نرى ما الذي حدث بعد وضع الملف الثانوي المغلق حاليا تردد التقطيع يساوي 6 هرتز والملف لا يشكل ممانعة حثية ويصل تيار النبضات من المصدر بشكل كامل إلى رافع الجهد ولدينا ملفين يحدث بينهما تنافر ترجمة نانسي قنقر كيف نستفيد من هذا التنافر؟ على حسب تصميم الدائرة التي تحرك التيار وقدرتها وعلى حسب تصميم الملفين يستطيع هذا التنافر تحريك أو دفع أوزان جدا ثقيلة أما طريقة الاستفادة فهناك أكثر من طريقة لإفلات هذا التنافر فمثلا هذا الشكل في كل مرة يحدث وصل من المصدر سيحدث التنافر ثم يندفع الملف الثانوي ثم هذا النابض يقوم بإرجاع الملف الثانوي إلى قرب الملف الأساسي ثم تعاد الكرة ربما تسأل أين الطاقة الذاتية؟ هي طاقة الحركة في الملف الثانوي وتساوي شدة المجال المغناطيسي المتولد في الملف الأساسي ويمكنك تكبير هذا المجال على حسب عدد لفات الملف وتنظيم لفه ويجب تسمي قطر سلك الملف حتى لا تتشكل مقاومة نوعية لسلك الملف ثم تربط ذراع ما مع الملف المغلق لتدوير مولد آخر أو محرك آخر ثم يمكنك إيصال عدد التقطيعات لتوليد مولد آخر أو محرك آخر ثم تقوم بتوليد الكهرباء مرة أخرى يمكنك إيصال عدد التقطيعات إلى 10 هرتز ربما تستطيع إيصالها إلى 20 هرتز ولكن أكثر من ذلك سيصبح الأمر صعب يمكنك مباشرة تنفيذ هذه الفكرة أو تنتظر الفيديو التالي لأنني سأعرض الفكرة الثانية وهي فكرة فعالة بشكل مباشر أنصحك بتفعيل زر الإشعارات ليأتيك إشعار الفيديو التالي والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر